اشتركوا في القناة تدريجيا من التركيب الى التصنيع ورفع نسبة الادماش الى 30% وبعدها تستفيد من مزايا الدولة خاصة بالتصنيع وزاد قال لهم وزير الصناعة فرحات ايتالي خلال رده على اسئلة النواب البرلمان ان عصابات صغيرة هي المستفيدة الوحيدة من استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات وان هذا الموضوع قد تم الفصل فيه مضيفا ان المواطن البسيط ليس هو من عليه الذهاب لاسواق اوروبا لشراء السيارات وكشف الوزير الصناعة في رده ان السيارات المستعملة الموجهة من اوروبا نحو بعض البلدان ومنها الجزائر لا تخضع للرقابة القبلية من قبل البلدان المصدرة لتلك السيارات وهذا ما ينتج تلاعبات وتدخم في الفواتير اخي المواطن هل انت مع او ضد مصانع التركيب بشرط دفع الرسوم الجملوكية وفي الاخير دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة